ولكن احنا قدام حدث جديد قانون خلاص واجب النفاذ اهل القانون يقدروا يقولوا لنا كيف نخرج من هذا المأزق لان انا بقول لكم من بدري من ساعتها هو 13 مايو النهاردة في مأزق ومأزق قانوني هيتم اتخاذ ده ازاي تعييني يا رئيس لمجلس الدولة ازاي بأي طريقة بأي صيغة بموجب ايه هو ده اللي احنا هنشوفه القامة الجاية مع القارات اللي هتطلع والدولة هتتعامل ازاي الرئيس هتتعامل ازاي مع هذا الامر اللي حصل النهاردة وانا بقول لكم النهاردة الجماعية العمومية صاخبة اجماع يعني عايز اقول لكم ما فيش حاجة كانت غير كده كله راح متوافق ان احنا هنختار واحد فقط هو المشارع الدكروري طبعا المشار يحيى عشان الناس اللي مش عارفة مين وكل الناس عارفة اللي اصدر حكم بمصرية تيران وصنفير هذا هو الرجل الذي اصدر الحكم وبالتالي بقول لكم البعض شاف انه جايز ما يكونش على الهواء طب ليه يعني ما فيش يا جماعة خليني اقول لحضراتكم يعني هذا هو المشار يحيى دكروري المرشح لرئاسة مجلس الدولة طبقا ليه ما انتهت اليه الجماعية عمومية النهاردة لمجلس الدولة وعايز اقول لكم ليه اولا لا خلاف ما بين الدولة وبين القضاء ولا خلاف ما بين الدولة ومجلس الدولة اصلا مش يبقى فيه خلاف فيه رئيس رئيس هو الحكم بين كل السلطات القانون اللي اصدره مجلس النواب والرئيس صدق على القانون وبالتالي نشر القانون في الجريدة الرسمية والرئيس حكم بين السلطات لا يتدخل في عمل اي سلطة ولا ينصر سلطة على حساب سلطة أخرى احنا دولة قانون ولا لا هو ده السؤال لا بعد الفاصل